أخيراً بس نقولكم على ذكر البطولة ديت عشان ننتقل لبعض الأخبار المحلية حمد الله على سلامتك يا دور يا مصري فاتحاد الكرة جهز الدفعة الأولى من مستحقات روي بيتوريا شرط الجزائي 3 شهور المفروض 200 ألف دولار كدفعة أولى من الشرط الجزائي اللي هو عبارة عن 600 ألف دولار علشان يتم تسديد شرط الجزائي للرجل البرتغالي في فبراير ومارس وإبريل بكرة دوري راجع طبعاً أنت ممكن تكون ناسي شكل جدوى للترتيب ممكن تكون واخد جرعة مكسفة من المباريات لكن يبقى دايماً الدوري المصري دوري مصري بأجواءه بقى بقصصه بأهدافه بصراعاته بأن مفيش حد مضمون هيكسب ولا مش هيكسب باستثناء ماتشات قليلة قوي يعني بإصاباته بأخباره بخناقاته بتحكيمه بكل حاجة يعني الدوري المصري راجع مرة تانية من جديد فوحشني أفتح الأبليكيشن بتاع الماتشات ولاقي موجود قدامي كده الدوري المصري الممتاز بكرة عندنا ماتشين في إطار الجولة رقم 12 من المسابقة ومبارتاء الغد كالتالي عندنا مواجهة الساعة 4 هتجمع ما بين الجونة والمصري كانوا لسه بيلعبوا من كم يوم في كسر ربطة ضمن مجموعة الجونة دخل فيها للمرحلة التالية قبل ما يخرج من انطلاع الجيش والمصري حاول فيها برضو قبل ما يودع البطولة أما المبارات التانية الساعة 7 في ستادي الإسكندرية فسموحها بيلتقي البنك الأهلي طب ما ديقوا نستعرض بقى الجولة عشان برضو إيه ندخل في المود كده يوم لأربعة بقى عندنا تلات ماتشات المولين العرب إن شاء الله هيلعب مع أمبي الساعة 4 في نفس التوقيت الاتحاد السكندري هيلعب مع طلاقع الجيش كانوا لسه برضو بيلعبوا مع بعض في الربطة حسب الزاكرة الصغيرة يعني زد هيلعب الساعة 7 في ستادي القاهرة مع بيرامدز ولو انتوا فاكرين زد هو المتصدر وبيرامدز في المركز الرابع لكن زد لعب 10 ماتشات وبيرامدز لعب 8 ماتشات ودي هتكون أول ظهور رسمي للمدير الفني الجديد يوريشيتش أما يوم الخميس فعندنا بلدية المحلة مع مودرن فيوتشر وعندنا الإسماعيلي مع سيراميكا كليوباترا كانوا لسه برضو بيلعبوا في كأس الربطة مع بعض من أيام جدول الدوري بقى يلا نفتكروا مع بعض زد هو المتصدر 19 نقطة من 10 ماتشات خسر مرة واحدة بس كانت قدام طلاقع الجيش قبل فترة التوقف مباشرة مبي في المركز الثاني بتسعتاشر نقطة لكن من 11 مباراة خسر أربع مرات وبالتالي ده بيبين لك أنه ما كسب مرة أكتر من زد الاتحاد السكندري في المركز الثالث بـ 18 نقطة لكن من 9 مباراة ترجمة نانسي قنقر